موضوع اليوم وفي هذه الآلهة عبدها الإغريق والرومان كان لهذه العائلة قصة مشهورة ولزالت متداولة إلى اليوم ويؤمن بها الكثير من الناس هؤلاء هم أبطال القصة التي ألفها إبليس وأظل بها السابقين واليوم يريد أن يضل بها اللاحقين بنفس الخطى القديمة بل أنها اليوم لم تعد قصة فحسب بل أصبحت واقع يؤمن به أغلب الناس وللأسف المسلمين من بينهم والسبب في ذلك هو ما يسمى بعلم الفضاء الفرضي الذي جعل من قصة هذه الآلهة واقع معاش في هذا الفيديو سنكشف لكم مؤامرة الشيطان التي بدأت قصتها مع هذه العائلة واليوم أصبح أفراد هذه العائلة يأخذون دور البطولة عند ناسها وأعوانها وستفاجأون كيف تم حشر كل هذه الآلهة في علم الفضاء بأسمائهم وصفاتهم ومحاكاة قصتهم دون أن يلحظ ذلك أحد العائلة مقسم ثلاث أقسام القسم الأول البريمورديل أي الأولي أو البدائي هؤلاء يمثلون الموجودات من أرض وبحر وجبال وسماء وليل ونهار وضوء وظلام والمستغرب هنا أنهم يفرقون بين الليل والظلام فهذا يمثل الليل وهذا يمثل الظلمة وأيضا يفرقون بين النهار والضوء فهذا يمثل النهار وهذا يمثل الضوء الليل والنهار مخلوقين منفصلين أمر معروف منذ القدم إلا في وقتنا الحاضر فقد اختلط الأمر على الناس فالليل والظلمة عندهم هو شيء واحد رغم أن القرآن بيّن أن الليل والنهار مخلوقين فالنهار يجل الشمس والليل يغشاها أي يغطيها شرحنا ذلك بالتفصيل في فيديوهات سابقة ما يهمنا من بين هؤلاء هو قصة أورانوس من هو أورانوس؟ هنا أحد المواقع المتخصصة في آلهة الإغريق يقول أن أورانوس هو إله يجسد قبة السماء الصلبة إذن أورانوس يمثل أحد الموجودات وهي قبة السماء الصلبة وقايا هنا إله يجسد الأرض تقول قصتهم المشهورة أن أورانوس تزوج قايا وأنجبوا عدة آلهة أولادهم يسمونهم التيتنز أي الجبابرة وزعيم هؤلاء الجبابرة هو كورونوس كورونوس هو اسم لكوكب زحل عند الإغريق وعند الرومان اسمه الساترن ما الذي فعله كورونوس؟ قام بالاتفاق مع إخوته للإطاحة بأبيهم أورانوس وفعلا أطاح كورونوس بأبيه ونكل به أبشع تنكيل فبعد أن أطاح به وعزله قام بخصيه وأصبح كورونوس هو ملك الآلهة ملك التيتنز السؤال الآن ما معنى أن تطيح بأورانوس الذي يجسد قبة السماء؟ معنى ذلك أنه لن يكون لها وجود بعد الآن فمثلا لو قال في قصته أن كورونوس أطاح بقايا أي أطاح بالأرض أو قتل الأرض فمعنى ذلك أن الأرض لم تعد موجودة وأصبح مكانها فاضي أو فارغ ولكن لن يكون ذلك واقعيا فالأرض لا زالت موجودة والجميع يعيش عليها فهذا السيناريو سيكون غير مصدق ولكن سيناريو القصة يقول أن الذي يطيح به وقتله وأبوهم أورانوس قبة السماء ماذا يعني أن تطيح بالسماء؟ معنى ذلك أن السماء لن تكون موجودة بعد الآن وسيكون مكانها فارغ أو فاضي فراغ أو فضاء فهل هذا مطابق للواقع؟ الجواب نعم فأغلب الناس اليوم يصدقون أن ما فوقهم هو فضاء أو فراغ الأغلب اليوم مصدق لسيناريو هذه القصة أن أورانوس أو قبة السماء انتهى وكما يقول المصريون هذا من ريحة المرحومة وأورانوس قبة السماء مات ولم يبق منه إلا ريحته والريحة عبارة عن غازات والعلم اليوم يقول أن السماء ما هي إلا مجموعة من الغازات التي لا تمنع أحد من النفاذ خلالها لم تعد سقفا محفوظا كما قال الله في كتابه واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون لقد قتلوا السماء ولم يبقى من المرحومة إلا ريحتها مجموعة من الغازات لم تعود السماء بناء سميكا ما له من فروج أي ليس فيه أي فتحة أو شق أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أصبح الكثير يؤمن أن ما يره فوقه هو فراغ أو فضاء فالقصة الشيطانية تقول أنه كان هناك قبة سماء صلبة ولكن كورونوس أو زحل أطاح بها وأصبح مكانه فارغ هل تظنون أن مؤلف هذه القصة شخص عادي أم أنه يعرف ماذا يفعل إنه الشيطان لقد رسم الخطة منذ القدم واليوم هو في مرحلة تنفيذ هذه الخطة وقد نجح فقد قال ولأظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتقد الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ها هو الشيطان يغير خلق الله في قلوب الناس وجعلهم يصدقون أن الآلهة أطاحت بالسماء فهل ستصدق الشيطان وتؤمن بالفضاء أم تصدق الله وقد قال ومن يتقد الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إيمانك بأن السماء عبارة عن فراغ أو فضاء هو تصديق وإيمان بقصة هذه الآلهة جعلوك تؤمن بآلهتهم واستغفلوك من حيث لا تدري باسم العلم البعض سيقول نحن نؤمن بما توصل له العلم العلم لا علاقة له بمثل هذه القصص الدينية العلم اليوم تطور واستطعنا السعودة إلى الفضاء الجواب سأثبت لك الآن أن العلم الذي تتحدث عنه ما هو إلا جزء من الصراع الديني صراع بين دين الباطل دين الشيطان ودين الحق دين الله فقصة هذه الآلهة حاضرة بكل قوة وبشكل مبالغ فيه في علوم الفضاء الحالية فإن كان الموضوع علمي بحت لماذا يقحمون أسماء هذه الآلهة في كل شيء له علاقة بالفضاء ستقول لا أجد أي علاقة بين هذه الآلهة وعلم الفضاء الجواب تابع الفيديو إلى نهايته وستنبهر من هول ما ستسمع وترى وتتعجب كيف أنك لم تلاحظ ذلك من قبل ولأشبع فضولك الآن سأحدثك عن رحلة أبولو إلى القمر هل سألت نفسك لماذا سميت برحلة أبولو؟ الأغلب يظن أن هذا اسم علمي أو اسم عالم كان له دور كبير في هذه المهمة لكن لم يخطر ببالك أن أبولو هو اسم أحد آلهة الإغريق يقال عن هذا الإله أن رمية سهمه لا تخطئ هدفها ورحلة أبولو لم تخطئ هدفها الذي هو القمر هذا مثال بسيط على ما سأعرضه عليك في هذا الفيديو ولكن قبل ذلك دعونا أولا نكمل قصة هذه العائلة بشكل سريع كي تستطيع فهم ماذا يفعلون فيما يسمى بعلم الفضاء فبعد أن قام كورونوس بالإطاحة بأبيه أورانوس الذي يمثل قبة السماء خاف كورونوس على نفسه من أولاده الصغار فقد يفعل معه ما فعله بأبيه فقام بأكل جميع أولاده ستجد صور وتماثيل كثيرة على الإنترنت يعرضون صور مقززة لكورونوس وهو يأكل أولاده تقول القصة أن زوجة كورونوس قامت بإخفاء أحد هؤلاء الأولاد واسمه زيوس وقامت بلف حجر مكانه وأعطت كورونوس هذا الحجر الملفوف ليأكله على أساس أنه ابنه زيوس وبهذا نجى زيوس من أبيه وبعد أن كبر زيوس استطاع أن ينتصر على أبيه وأعمامه وقام بحبسهم ثم أفرج عنهم ونفاهم إلى جزيرة وأصبح هو ملك الآلهة واستطاع أن يسترد إخوته الذين أكلهم كورونوس بطريقة لا داعي لذكرها قصة هذه الآلهة آمن بها الغريق والرومان لذلك تجد لكل آلهة اسم إغريقي واسم روماني فستلاحظون أني أذكر اسمين لكل فرد من هذه العائلة اسم روماني واسم إغريقي مثلاً زيوس المنتصر هذا اسمه بالروماني جوبتر وجوبتر هو اسم كوكب المشتري وهو الذي أصبح ملك الآلهة بعد أن انتصر على كورونوس وكورونوس كما قلنا بالروماني هو سترن أي زحل لذلك لا تستغرب أن العلم الحالي جعل كوكب المشتري زيوس أكبر الكواكب وبعده بالكبر كوكب زحل كورونوس الموضوع ليس علمي أنهم قاموا بقياس حجم الكوكب وعرفوا أنه كبير بل لأن زيوس هو ملك الآلهة فلا يصح أن يكون كوكب صغير فجعله أكبر كواكب المجموعة الشمسية وبعده بالكبر زحل أو كورونوس الملك السابق للآلهة كما قلنا الآلهة التي عبدها اليونان قسموها ثلاثة أقسام الأول بريمورديل وهي الموجودات من أرض وسماء وليل ونهار وبحر وجبال وهذه المجموعة زعيمها أورانوس قبة السماء الذي أطيح به القسم الثاني هو التيتنز وهم الجبابرة بزعامة كورونوس الذين أطاحوا بالسماء والقسم الثالث وهم الأولمبيين وزعيمهم زيوس الذي استطاع مع إخوته أن ينتصروا على أعمامهم التيتنز وسموهم أولمبيان لأنه في معتقد الإغريق أنهم سكنوا في جبال أولمبوس أعلى جبل في اليونان فلا تستغرب أن يضع العلم الحديث زعماء الآلهة بحجم أكبر من الكواكب الأخرى الموضوع ليس علمي بل شركي بحت رويت لك قصتهم كي تعرف كيف أن العلم الحديث علم الفضاء يراعي جدا قصة هؤلاء ويضع الإله المناسب في المكان المناسب بحسب تخصصه طبعا منذ القدم قاموا بتسمية الأجرام السماوية بأسماء آلهتهم فكورونوس جعلوه اسم لكوكب زحل وزيوس جعلوه اسم لكوكب المشتري غايا للأرض هيرميس ابن زيوس جعلوه اسم لكوكب عطارد إفروديت أجمل آلهتهم جعلوها اسم لكوكب الزهرة وذلك بسبب أن الزهرة هي ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر وإيريس ابن زيوس جعلوه اسما لكوكب المريخ هذه مسميات قديمة للآلهة جعلوها أسماء للكواكب قد يكون السبب هو تقليد اسم آلهتهم وكل ذلك من عمل الشيطان والشيطان لا زال حاضرا إلى اليوم ومستمرا في إغواء البشرية ومن مات من جنود إبليس من البشر حمل راية إبليس بشر آخرون واليوم من يحمل راية إبليس هم المسؤولون عن علم الفضاء لذلك ستجدهم مستمرين في تسمية الأجرام السماوية بأسماء هذه الآلهة أبطال قصة إبليس فمثلا من الكواكب المكتشفة حديثا نيبتون أحد كواكب المجموعة الشمسية نيبتون هو الإسم الروماني للإله بوسيدون أخوزيوس أيضا كوكب بلوتو المكتشف حديثا في المجموعة الشمسية بلوتو هو الإسم الروماني للإله هاتس أخوزيوس لماذا يسمون الكواكب بأسماء الآلهة ألم تقول أن علم الفضاء هدفه علم بحث وليس له علاقة بالأديان فما باله هنا يقحم أسماء الآلهة القديمة في هذا العلم العلم الحديث واصل ما توقف عنده عبدة الشيطان السابقين لتعلم أن الشيطان لا زال يشرف على الموضوع بنفسه منذ القدم بقي لدينا من إخوة زيوس هيرا وديميتار وهستيا ترى هل لهذه الآلهة مكان في علم الفضاء؟ الجواب بالتأكيد فالعلم الحديث لم ينسى أحد من أبطال هذه القصة معلوم أن زيوس هو اسم لكوكب المشتري ولم يعد هناك كواكب أخرى بجانب المشتري كي يضعوا أسماء إخوته الآلهة بجانبهم فاخترعوا ما يسمى بمنطقة الاسترويد بيلت وهي منطقة واقعة بين المشتري والمريخ وقالوا أن هذه المنطقة فيها مجموعة من الكويكبات تجري فيها وأكبر كويكب فيها اسمه السيريس لماذا سموه السيريس؟ هل هذا اسم علمي؟ الجواب بل اسم شركي سيريس هو الاسم الروماني للآلهة ديميتر وضعوها بجانب أخيها زيوس المشتري استخدموا الاسم الروماني سيريس أما الاسم اليوناني ديميتر فلم يهن عليهم أن يتركوه فقرروا أن يجعلوه اسم مختصر لأحد دراساتهم وبرامجهم الغير حقيقية هنا لاحظ ديميتر هو اسم مختصر لهذه الجملة الطويلة فكل حرف من ديميتر هو اختصار لكلمة من هذه الجملة طبعا هنا تم تأليف اسم الدراسة لكي يتناسب مع اسم الآلهة من المفترض أن العكسة هو الذي يحدث إذا كان هناك جملة طويلة من عدة كلمات فتسهيلا لنطقها وكتابتها يقومون بأخذ أول حرف من كل كلمة ويجمعونها في كلمة واحدة لكن في علم الفضاء العكس هو الذي يحدث فهم يريدون إقحام أسماء الآلهة كلها في علم الفضاء ومن لم يجدوا له مكانا جعلوا حروف اسمه اختصارا لدراسة علمية أو رحلة استكشافية فالمثال السابق ديميتر اسم آلهة فصلوا له هذه الجملة على أساس أنها اسم دراسة حقيقية وفي الحقيقة هذه الدراسة عبارة عن وهم والهدف منها حشر اسم الآلهة فقط وهناك أمثلة كثيرة مثلا كورونوس فصلوا له هذه الجملة التي تعبر عن قسم من أقسام التواصل المتخصصة أيضا هيرا أختازيوس جعلوها اسم مختصر لأحد البحوثات أيضا اسم غايا جعلوه اسم مختصر لهذه الجملة أيضا إيريس الاسم اللاتيني للمريخ جعلوه اسم مختصر لهذا البحث وبوسيدون الاسم اليوناني للإله نوبتون جعلوه اسم لدراسة تتعلق بالسحاب وعناصر الماء في طبقات الجو وبوسيدون هو إله البحر عند الإغريق لذلك بوسيدون اسم مناسب لدراسة لها علاقة بالماء فكما قلنا لكم أنهم يراعون تخصص الآلهة في اختياراتهم أيضا اسمي الآلهة ثيميس وأرتيميس هي أسماء لدراسات متعلقة بالفضاء هستيا أخت زيوس اسمها الروماني هو فيستا جعلوا فيستا اسم لثاني أكبر كوكب في مجموعة استرويد بيلت بعد أختها سيريس وبجانب أخيها زيوس أما اسمها اليوناني هستيا فقد جعلته ناسا اسما لهذه الغرفة المتنقلة في الفضاء وهستيا هي آلهة المنزل أو الأسرة لذلك اختاروا هذا الاسم لهذه الغرفة فهي كالبيت الذي يجمع رواد الفضاء أيضا المهمة الفضائية التي ذهبت لاستكشاف كوكب المشتري اسمها جانو ما معنى جانو؟ هل هذا اسم علمي؟ بل هو اسم شركي فهذا هو الاسم الروماني للآلهة هيرا أخت وزوجة زيوس فبما أن المهمة متعلقة بكوكب المشتري فاختاروا اسم جانو لأنها أخت وزوجة المشتري زيوس تكلمنا عن إخوتي المشتري فماذا عن زحل كورونوس ملك التيتانز؟ أين سيضعون أسماء إخوته؟ الجواب لقد وجدوا لها حلا في أقمار زحل فقالوا أن زحل له عشرات الأقمار وأكبر قمر سموه تيتان لماذا اختاروا هذا الاسم؟ هل هو اسم علمي؟ الجواب بل اسم شركي فتيتان هو اسم لمجموعة الآلهة التي يرأسها كورونوس وكورونوس كما قلنا هو زحل فقاموا بتسمية أكبر قمر لزحل باسم جماعته تيتان أما إخوته فأسماؤهم جعلوها أسماء لبقية أقمار زحل فويب هو اسم لأحد أقمار زحل أطلس هو اسم لأحد أقمار زحل أيضا إبيميثاس وبروميثاس وتيثاس جعلوها أسماء لأقمار زحل أيضا أيضا هيبريون وأبيثاس أسماء لقمرين من أقمار زحل ولا ننسى أيضا زوجته وأخته رهية فهي أحد الأقمار أيضا والغريب أيضا أنهم وضعوا بان اسم لواحد من أقمار زحل رغم أن الإله بان ليس من التيتانز فهو حفيد زيوس المشتري من مجموعة الأولمبيين فلماذا جعلوه قمر لزحل الجواب على ذلك أنهم مطلعين على قصة هؤلاء الآلهة جيدا ولم يفوتوا أي شيء فالإله بان قيل أنه يشبه جده كورونوس كثيرا في الشكل والقوة حتى أنهم أعطوه لقب كورونوس وهو اسم مقارب لإسم جده لذلك جعلوا بان أحد أقمار كورونوس فهو شبيه بجده الآن ندخل في التخصص فناسا وأعوانها يحبون التخصص هل تعرف ما هي هذه الرسومات والأشكال؟ هذه تضاريس موجودة على المريخ سموها هفستس فسا هل هذا اسم علمي؟ الجواب كالعادة بل هو اسم شركي هفستس هو اسم الإله الإغريقي والمعروف بإله الحدادة وفن النحت وها هو قد قام بعمل منحوتات فنية على المريخ فقاموا بتسمية هذه المنحوتات بهفستس فسا الإله المناسب في المكان المناسب هذا هو العلم والتطور الذي يهتم بالتخصصات في مجال الفضاء أيضا برنامج ناسا للذهاب إلى القمر في عام 2024 الذي فيه ستكون أول إمرأة تضع قدمها على القمر هذا البرنامج أعطوه اسما وهو أرتميس أو برنامج أرتميس للعودة إلى القمر لماذا اختاروا اسم أرتميس؟ أرتميس هو اسم لآلهة القمر فبما أن الرحلة ستكون إلى القمر فالاسم المناسب لهذا البرنامج هو أرتميس آلهة القمر إنهم يحبون التخصص أيضا لدينا هذه الصورة قالوا أنها صورة للتغيرات التي تحدث للقمر عبر الزمن فالصورة تبدو كأنك ترى نسخ متعددة لشيء واحد مثل ما يرى السكران الأشياء بشكل غير واضح ومكرر لذلك أعطوا هذه الصور اسم ديونيسيس كريتر ما معنى ديونيسيس؟ هو إله الخمر والنبيذ عند الإغريق فسموا هذه الصورة بإسمه فالمشهد له علاقة بما يفعله الخمر يختلقون أي مبرر ليضعوا اسم الإله في أي مكان يختلقون أبحاث وبرامج واختصارات وصور غير حقيقية والهدف منها وضع اسم الإله كل ذلك لهدف شرك بحت يخدم الشيطان أيضا لدينا هذه الصور لكوكب الزهرة التقطتها إحدى المركبات الفضائية ما يهمنا في هذه الصورة هو هذا الجزء المظلم قالوا هنا أن هذه المنطقة هي أكثر الأراضي ارتفاعا في كوكب الزهرة وسموها أفروديت تيرا لماذا سموها أفروديت؟ أفروديت هي أجمل آلهة عند الإغريق وبالرومانية اسمها فينس وهذا هو اسم كوكب الزهرة كوكب الزهرة باليوناني هو أفروديت فسموا اسم المرتفعات باسم الآلهة فكانت التسمية المناسبة في المكان المناسب أيضا لو تدقق في هذا الظل ستجد أنه ليس ظل عادي بل هو خيال لمرأة هنا منطقة الشعر ولا شك أنهم وضعوا خيال لصورة أفروديت فلو قمنا بوضع صورة أفروديت على هذا الخيال والتلاعب بشفافية الصورة سنجد أن الصورة تطابق إلى حد ما هذا الخيال وهذه ليست أول مرة يقومون بوضع صورة على كوكب تشير إلى اسم الكوكب ففي كوكب بلوتو الذي سمي على اسم الإله بلوتو أو هادس باليونانية وضعوا على الكوكب خيال لصورة الكلب بلوتو التابع لديزني إذن كما لاحظتم هناك اهتمام كبير بقصة هذه العائلة قصة ألفها الشيطان وأظل بها الأولين واليوم هو يطبق هذه القصة ليغوي بها الآخرين الشيطان يستخدم الأسلوب المناسب في إغواء كل حضارة وأمة واليوم هو يغوي الناس باسم العلم كما رأيتم في هذه الحلقة فالشيطان يستهدف السماء منذ البداية فقد بدأ قصته بالإطاحة بسقف السماء وأصبحت هذه القصة اليوم واقعا فالسماء أصبحت فضاء أو فراغ ثم جعل السماء كوكب من الكواكب وهو كوكب أورانوس المكتشف حديثا أورانوس هو الإله الغريقي الذي كان يمثل قبة السماء والذي أطيح به واليوم علم الفضاء جعله كوكب صغير لم يعد هناك سماء أو سقف محفوظ فقط فضاء أو فراغ لماذا هذه القصة بالتحديد وأبطالها نجد علم الفضاء يهتم بها كثيرا وبتفاصيلها أليس ذلك دليل أن الموضوع من بدايته هو مشروع واحد وهدف واحد وهو توجيه الناس للإلحاد والشرك بالله من كان قلبه سليم فهذا الفيديو سيدق ناقوس الخطر عنده ويشجعه على البحث المنصف في موضوع السماوات والأرض لذلك قوموا بنشر هذا الفيديو طبعا جميع فيديوهات القناة ليس عليها حقوق طبع ونشر لمن يريد أن يشاركها في قناته أو يترجمها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر